قالت رئيسة خبراء الأحصاء بوزارة المالية التايوانية إنه من غير المرجح أن يكون للإجراءات الاقتصادية الصينية ضد تايوان تأثير كبير على التجارة بين الاقتصادين وذلك بالوضع في الاعتبار تدخلهم الوثيق تأتي تصريحات رئيسة خبراء الأحصاء بوزارة المالية أمس الأثنين في وقت مزالت العلاقات بين بيكين وتايبي متوترة فيما فرضت الصين قيوة تجارية على تايوان في الأسبوع الماضي وامتدت إلى بعض وردات الأسماك والفواكه وصدرات الرمل عقب زيارة رئيسة مجلس أنواب الأمريكي نانسي بلوسي للجزيرة قالت أيضا أن صناعة الإلكترونيات الطايوانية والصينية معتمدتان على بعضهم البعض بالشدة في الوقت الحالي ومتوقع أن تكون فرصة أن تفرد الصين عقوبات اقصادية أكثر سرامة على الشركات الطايوانية ضئيلة للغاية وذلك بسبب العلاقات الاقصادية القائمة على الاعتماد المتبادل بالشدة ترجمة نانسي قنقر